التصريحات التي أطلقها في الأمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هي وصفها أولا وزير الخارجية الإيراني بالخيالية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة لأننا على مدى سنوات طويلة اعتدنا على الولايات المتحدة الأمريكية بالكذب والنفاق من بداية غزوها للعراق إلى اليوم جاءت إلى العراق تحت عنوان أن هناك أسلحة دمار شامل وبعدما دمرت العراق لم نجد أثر للأسلحات الدمار الشامل جاءت إلى أفغانستان واستباحت أفغانستان تحت عنوان محاربة القاعدة وإذا بنا نراها اليوم تجلس على طاولة حوار وتتفق مع التي جاءت لتحاربها ولتقتلها في أفغانستان وذهب ضحية هذه المعمعة والعدوان الأمريكي مئات بل آلاف الشهداء والجرحى في أفغانستان أيضا كان هناك حدثة 11 أيلول 11 أيلول هناك قانون جاستا اتهم سعوديين بالقيام بهذه العملية وحملوا السعودية هذه المسئولية وأغموها لكي تدفع الملايين بل المليارات من الدولارات أفتهم هذا الكلام بامبيو استند في تورط إيران ثمانية من خاطفي الطائرات عبروا إيران بين 2000 و2001 ولجوء المئات من إرهابيي القاعدة وعائلاتهم إلى إيران بعد حرب أفغانستان يعني لا أدري أنه لما بتطلع الخارجية الإيرانية بتكذب هذا الخبر وزير الخارجية الإيراني يتحدث ويقول أنه هذا الكلام من نسج الخيال ولا يمت إلى الحقيقة